أيضا في ظاهرة أخرى أصبحت ظاهرة خطيرة يعني بتتسبب في إشاعات وخلافات من لاشيء؟ من لاشيء؟ كل واحد مع تليفون قاعد في الاستاذ بيعمل نفسه حكم وقاضي وبيحكم وعايز عقوبات تلاقي بيصور ويقول وقعة مختلفة من عنده يعني ممكن يكون اتنين واقفين بيتكلموا، اتنين زمايل بيتكلموا مع بعض أنا دايما مثلا أنا بتكلم طريق الكلامي إن أنا بتكلم بإيدي وبتحرك بإيدي فقال ده معنى إن أنا بتخنق مع اللي قدامي؟ ما بتخنقش ولكن دي طريقتي في الكلام ممكن يبقى العنوان إيه مثلا؟ نقاش ما بين اتنين أو مشادة ما بين الاتنين إيه رأي حضراتكم؟ على فكرة بيتعامل فيديوهات بعنوين مثيرة ولكن هي فيديوهات مخالفة للواقع شاهد خناءة إمام عشور وكهربا واحد تاني يقول لك شاهد محمد عبد منعن بيزعق للشناوي واحد تاني يقول لك شوف كولر وهو بيبص بعين وجامد لسامي قمصان بيبص له كده أو زي ما أحمد حلمي هذا النجم الكبير المحترم قال لك اتكي على السين السامي قمصان واحد بيقلف قصة مختلفة شاهد خناءة برسي تاو واردة سليم ما كل العنوان دي ليه يا فندم؟ علشان حضرتك تخش تتفرج على الفيديو تخش تتفرج على الفيديو تلاقي الشناوي وعبد المنعم بيتكلموا فتفضل تستنى عشان تشوف الخناءة بتاعة الشناوي عبد المنعم ما تلاقيهاش ولكن العنوان نفسه ايه؟ ما يقولكش نقاش عشان لو نقاش مش هتبص مش هتخش مش هتتفرج لكن لو هو بيقولك خناءة او شاهد خناءة طيب الفيديو ده لو انت صورته لو واحد صوره بموبايله ممكن يطلع يقولك امام عشور بيضرب برسي تاو لا هاتوا من ظهره والله انا بتكلم بجد هاتوا من ظهره قبل ما تباني الدحكة هاتوا من ظهره خالص هاتوا من اوله بالجولة سمحة ايو من هنا من هنا يقولك ايه؟ الاتنين بيتخنقوا بيضربوا في بعض لو انت شفتها كده هتقول ايه؟ خناءة ما بين امام عشور و برسي تاو وصاحب كل اللي بيكتب والغير صادق دائما هيقولك ايه الاهلي بيحقق في هذه الخناءة انا بس بوري حضراتكم ايه اللي بيحصل علشان تبقوا عارفين دايما العناوين المثيرة هي اللي تدخلك تشوف الفيديو فلما تخش تشوف الفيديو تفضل انت بقى عيني مسك الفيديو والبقى تخلص وتحطوا انت بتتفرج كده تلاقي كذا 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 فتلاقي البقى بتخلص فتقفل فين الخناءة؟ فيش خناءة اتنين بيتكلموا مع بعض تلاقي كاربعا بيتكلم مع عشور فحد يسميه خناءة عند صاحب الفيديو بالمناسبة عم منعين بيتكلم مع الشناوي عن الماتش والشناوي بصراحة يعني اتنين طلعين من ماتش وكسبانين اربعة صفر هتخنقوا مع بعض ليه؟ بني وبينكو يعني كده لازم حضراتكو كالجماهير النادي القلي يتفرقوا بين اصحاب الفيديوهات والعناوين المغرضة يعني تلاقي العنوان حاجة والفيديو حاجة تانية خالص بس هو زي ما قلتلك بيحط العنوان عشان حضرتك تفتح الفيديو تلاقي حاجة عادية مختلفة لكن يفتح حضرتك الفيديو وبيكسب فلوس علشان الفيوز فالموضوع اصبح تجارة انا بقول الكلام ده لجماهير النادي الاهلي ليه؟ لانه انا مش عايز حد من حضرتكو يتحامل على اللاعبين لانه بشوف بعض 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 قليل يعني بيتكلم يقول لك يعني المفروض ده ما يحصلش وبتاع والله هو اساساً لو فتحت الفيديو وبصيت فيه مش هتلاقي ان فيه حاجة هو العنوان اللي بيحصل والمجموعة دي اللي هي بتعمل كده مش هتلاقي تجارة اربح من تجارة النادي الاهلي واسم النادي الاهلي بالمناسبة اسم الاهلي بيبيع يعني اي برنامج عايز يتشهر تلاقي بيدرب خبرين عن الاهلي بدون اي مرعالي المهنية الاعلامية لكن المهم نسبة المشاهد ودي هي اللي بتجيب فلوس فلما بتيجي سلطة الاهلي فكده هيحقق نسب مشاهدة كبيرة مش هتلاقي بيقول لجماهير الاهلي لازم تعرف تفرق كويس جدا ما بين الناس المغلدين وما بين اللي بيقول الحقائق حتى لو ضد الاهلي على فكرة ما يمكن تحصل خناء هل ده معناه نحن عايشين في المدينة الفاضلة يعني بتحصلش لا بتحصل عادي جدا بتحصل مشاهدات كثيرة جدا ما بين اللاعبين مش في ليد القلي بس في ريال مدريد بيحصل في برشلونا في منشستر يونايتد المباراة السابقة أمام برايتون لما تغلبوا بعد المباراة أربعة ميسكوا بعد طحنوا في جوه قط اللبس فما فيش أكيد بيحصل حاجات جوا النادي الاهلي ولكن احنا عندنا الحاجة لما بتحصل بيتم حلها وخلاص بتروح اللي انت تعمل عليها اللي انت عايزه أو اللي بيغلط بيتم عقابه أنا برضو عايز أقول للنس أصحاب نسب المشاهدة اتقل لا اتقل لا في ترويج الإشاعات من أجل ان انتوا يعني تكسبوا شوية لأنها بطريقة غير شرعية أتمنى ان كل المسجز دي توصل أو كل رسائل دي توصل للناس علشان يا جماعة احنا عايزين نعيش الفترة القادمة ان احنا كل واحد عايز يركز على ناديه عايز يركز على استعدادات ناديه لمباراة الأثيوبيا سان جورجي الأثيوبي عايز بعد كده ركز على الدوري أنا عايز أعمل كده مش عايز أخش في في خناءات وكلام لا يا صح ان هو يحصل لكن طول ما بيحصل كده هنطلع نرد ونرد كحاقة صد ونرد برضه أيضا زي ما دايما فقرتنا التانية بتكون ايه بنرد بالعقل